في إطار توجه الدولة لسد احتياجات السوق المحلي من الميثانول ومشتقاته وتصدير الفائد للخارج شهد وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملة بحضور رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس يحيى زكي شهد توقيع اتفاقية المساهمين لتأسيس شركة مصر للميثانول والبترو كيميويات لإنتاج الميثانول والأمونيا والبترو كيميويات وغيرها بين شركة أبو قير الأسمدة والصناعات الكيميوية وشركة حلوان الأسمدة وشركة الأهل كابيتل القابضة وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمرحلة الأولى من المشروع حوالي 1.6 مليار دولار وبطاقة انتاجية تقدر بمليون طن ميثانول و400 ألف طن أمونيا سنويا ومن المخطط إقامة المشروع بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة